موسيقى للحيلولة دون تحقيق هدف وزير المالي الألماني وهو خروج اليونان من منطقة اليورو فهو لا يزال يطرح حتى اليوم مسألة الخروج لإيقاف الدعم المالي سيبرس شدد على أن اليونان قادرة على تجنب الإفلاس أما كتلة اليسار في حزب سيريزا رفضت بقوة تدابير التقشف التي قدمها الدائنون لقد نضلت ضد تدابير التقشف والآن تعرض حزمة إنقاذ جديدة فأي نوع من الحكومة هذه التي لا تهتم بما اختاره اليونانيون وناضلوا لأجله ولا تعبوا حتى بنتائج الاستفتاء وكل همها هو الفوز بحزمة المساعدات أما وزير المالي السابق فارو فاكيس اعتبر حزمة المساعدات الثالثة قد فشلت فعلا وأن الاتفاق المهين للغاية لم يطبق للأسف وينص الاتفاق على تقديم بروكسل 85 مليار يورو لليونان مقابل تطبيق الأخيرة لعشرات الإصلاحات كأصلاح سوق الغاز وألغاء التقاعد المبكر وألغاء دعم المزارعين خطوات قاسية خرج اليونانيون للاحتجاج ضدها ولرفض مزيد من التقشف بعض المتظاهرين اعتصموا ليلا أمام مبنى البرلمان وبفضل تصويت المعارضة فقط استطاعت سيبرس انتزاع قبول البرلمان في النهاية مقابل خسارة الأغلبية في حكومته لكنه سيستمر في الحكم كما قال حتى يتم تسديد الدفعة الأولى ليطرح بعدها مسألة منح الثقة في جلسة برلمانية ترجمة نانسي قنقر